السلام عليكم أصدقائي نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال هاد النهار وكالعادة حضرت وصفتين اتنين بسطيلات مربعين صغار وبيزا ديال فواكه البحر ولكن هاد النهار أصدقائي غادي نبديو بالبسطيلات المربعين الصغار خليكم أصدقائي معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير بونجور اي بيانوني دون ما شاني بو ترشين جيسبر كوزا لي بيا اليومي أصدقائي أصدقائي ميني باستيار كاري وضع أصدقائي أصدقائي لكن أصدقائي معايا بحراء عليكم بشكل شرط إليه لإنتظر المعرفي وإنظر المنزل كوزا ميني بأسدقائي بالتعالي أصدقائي يجب الشخص يمكنك المسهدين على سيكوين يمكنك المسهدين وكما يمكنك المسهدين في جميع قصة تجملك 5 اعب 500 يمارد عقلي عليه وينيفيزه أجل أصب هذه المقitation سوء مصرى سماعينة سمسة الكبيرة سفرين ويسافرين ورمانة وليس تباً تباً وقوموا بلعجب بالنسبة للحصة أولاً يحتاج 6 ديال افخاد ديال الدجاج تقدرو تستعملو قطع ديال الدجاج كما تقدرو تستعملو دجاجة قطعة الى قطع كما حبيته نحتاج 5 ديال البصلات 500 جرام ديال لوز محمر في الفرن تقدرو تقليوه الى حبيته في الزيت عندي 8 ديال البيضات وملعقتين كبار ديال السكر غلاسي او السكر ناعم تقدرو تضيفو كمية السكر انا قللت من كمية السكر اصدقائي شوية ديال البدنوس ونحتاج زيت الزيتون واحد شوية ديال المزهر حوالي ملعقتين كبار ديال المزهر نحتاج الملح الابزار شوية ديال الزعفران الخرقم او الكركم وشوية ديال السكنجبير او الزنجبيل كما كتلاحظو اصدقائي هنا يا انه افخاد ديال الدجاج والدجاج انزعت له الشحم دياله وضعته في الماء وضعت فيه الملح والليم من بعد نقطره او نصفيه من داك الماء ناخد طنجرة اصدقائي نوضع فيها دجاج ولا افخاد ديال الدجاج نوضع الملح الملح دائما اصدقائي على حسب الدوق والرغبة حتى البزار او الفوفو الاسود لحسب الدوق والرغبة حبيتو تضيفو اكتر حبيتو تنقصو من الكمية نصف ملعقة صغيرة ديال البزار جوج ديال العواد او عودين اتنين ديال القرفة واحد الملعقة صغيرة ديال سكنجبير او الزنجبيل وملعقتين صغار ديال الخرقم او الكركم ونضيف ايضا شوية ديال الزعفران غير باش نلونه واللونه شاتنا ذاك اللون الجميل ايلا حبيتو اصدقائي وما كاش الزعفران تقدروا تستعملو غير الخرقم نحرك جيدا اصدقائي ونضيف كأس ديال الماء الماء الكافي باش يطيبنا الدجاج اصدقائي غادي نترك هاداك الماء غيغلة اويت بخل غليا اللولة نضيف ملعقتين ولا ثلاث ملاعق كبار ديال زيت الزيتون كما لاحظتو انا ما ضفتش زيت في الاول ونضيف هادوك الخمسة ديال البصلات مقطعين الى قطع صغيرة جدا نحرك جيدا ونتركهم يطيبوا على خاطرهم حتى يطيب الدجاج حوالي من 20 حتى الـ 25 دقيقة الوقت اللي غادي يطيب فيه الدجاج جيدا كما ترميز ملاعق كبار ديال البصلات موضوع مرسل وصيصف الى افترض من القرس. مرسل في المناعجوم، جميع المنزل، وزال رجل، وزيزة، لازم الارغة، وزال الهربية، مشاركوه ببعب، يستخدم المنزل، وحقاً، كامت، رجل، ويمكن تكون في المنزل، وموضوع مقالف، ومقالف، منقالف، خارج، ووضع رجل، المنزل للمشاكل يمكنك في أسفرين ويستمرين سأرجع الشريخ سيطانة هناك في المنزل اضفرين سأضيف كنت ويقوم الى الغزية حلقة جالبين فقط 5 à 10 minutes سنزل لك من أكبر وضع فقط مع أكبر 2 إلى 3 ساوات وضع كم صففة أو تضع كم صففة مع أكبر وضع كم صففة وضع كم سنزل وضع فقط وأكبر جزجل وضع أكبر 5 أكبر من أكبر وضع أكبر وضع ملحفة وضع 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 بين بين 60 إلى 25 من لتنام تذكر من روضي بعد السعيدة من روضي سألت الأسحاب و بالجس أكبر حتى يصبح عملون وبالجس سألت الأسحاب و أتخذ بضعة أشربه أتخذ بغة قليلة سألت أكبر أحضر اكبر من بعد ما يطيب الدجاج أصدقائي سنزعه ونوضعه في واحد صفاية باش يتصفى باش يقتر منه هذا الماراق وبالنسبة للماراق أصدقائي سنتركه باش يتقال واحد شوية والله يتبخر هذا الماراق يرجع غير البصلة والله يبقى منه غير البصلة بالنسبة لأفخاد ديال الدجاج أصدقائي سنزعه لهم العظم ونقطعهم إلى قطاع صغيرة نقدرون نفتهم غير الأصابع ديالنا نفتهم والله حبيتوا تقطعهم أصدقائي بين قوسين تقدرون تعوضوا أفخاد ديال الدجاج بقطاع ديال الدجاج أيضا أفخاد ديال الدجاج وحتى الصدر ديال الدجاج غير باش أنه الأفخاد ديال الدجاج جرتبين لهذا فضرت أنني نحضر بأفخاد ديال الدجاج لأن الصدر كيجي شوية قاسح ولا غادي يكون هناك خالط ما بين الصدر ديال الدجاج والأفخاد ديال الدجاج كما كتلاحظوا أصدقائي غادي نفتح وننزع العظم وحداري أصدقائي مع هدوك العظيمات الصغار غادي نتركهم على جنب باشي بردو وغادي نترك المرق حتى يتقال ويرجع لنا غير البصلة من بعد غادي ننزع ملعقتين كبار حتى الأربع ملاعق كبار ديال هدك المرق حتى يختارنا كما قلت ونوضعه على الدجاج حوالي ملعقتين حتى الأربع ملاعق كبار من المرق نوضحهم على القطاع ديال الدجاج هكا باش ما يجيناش الدجاج في البسطيلة ناشف ونخلط جيدا ناخد واحد الآنية للخلط ونوضع فيها 8 ديال البيضات نحركهم جيدا من بعد ما يختارنا واللي تقالنا هدك المرق غادي نضيف هات 8 ديال البيضات للمرق ونحرك جيدا حتى يصبح لنا غير البيض أصدقائي بين القوسين أنا نسيت أنني وضعت شوية ديال المعدنوس مع البيض هكا يعطينا ديك الخضورية هدك اللون الجميل الأخضر والأصفر في البيض ونحرك كما قلت نرجع دائما البيض نحرك جيدا حتى تبقى لنا غاديك الزيت يعني البيض نحرك جيدا البيض ويبقى لنا الزيت يعني المرق أنه يكون تبخر من بعد ننزع البيض ونصفيه جيدا ونتركه يبرد باش ما تقطعناش الورقة ديال الفيلو حبيتو أنكم تعودوها بورقة ديال البستيلة أو ورقة ديال البري كما حبيتو قبل ب Jamie نضνο ديال البري liquid والديم لا ي tangentعناش أكذن لا نحرك يمكنني أن يكون بالعبار كعب كلي صغير بالمصرحات ومن après تشارك سيحصل على جديد هناك ساجة ويمكننا في الأكثر ومن خواله وهضع جديد بالمصرحات ثم أضغل أضع الأستضاء جميع جميع الجهاز . سأضاف أقوى . وم分ع مضيف . ثم سأضافي . سأضاف أقوى . سأضاف أقوى . لذلك يصبع أقوى . سأضاف أقوى . سأضافي . ثم سأضافي . سأضافي . وա هل كنته يفعلهمك السلع الى زجان في Style ثم قbre للمشرة سأسزل τα الدمانية قerdى على وجهة counters سي الفرال اخشان slightly اخشان الملاحق اخشان تأخش side لو سعر قليلا tragedy بس الله جزلي لإعفادة بس ثم أولاد هم منحوة و أصبعي أن جزليence كل جزلي سنفر يعني أفضل فقط Fernando نحو جزليم بس نجمع أمامز جليم والمحوانز جليم و هذه المحوانز قزن هذا الهائي حانا أصدقائي ناخد 500 جرام ديال اللوز محمر في الفرن كما قلت تقدروه أنه كومة تقليوه نوضع لها ملعقتين كبار ديال السكر غلاسي أو السكر الناغي ملعقة صغيرة ديال القرفة وملعقة كبيرة ديال مازهر نطحن الكل جيدا ونتركه على جنب كما تلاحظوا أصدقائي إلا حبيتوا تقدروه تقليوه باش تولي لكم بحال العجينة أنا هنا غادي نحضر هاد البستيلات الصغار بورقة ديال الفيلو حبيتوا بورقة ديال البريك بورقة ديال البستيلة كما حبيتوا هذا فقط اختياري وكما يحب الخاطر كما كتلاحظوا عندي البيض عندي دجاج مقطع اللوز وأيضا شوية ديال الزيت أخديت الورقة ديال الفيلو قطعتها إلى نصفين بالنسبة للنصف الأول غادي نتهنوا بالزيت والنصف الثاني أو الورقة الثانية أصدقائي غادي نعملها على شكل طولي والآخر على شكل ديال العرض هكا باش نشكل علامات زائد بالنسبة للحشوة أصدقائي توضعوا ملعقتين كما حبيتوا أنا وضعت ملعقة بكل جهة يعني دجاج ملعقة وحدة البيض ملعقة وزد فوقهم اللوز بعد غادي نطوي على شكل مربع وغادي نزيد نضيف ورقة أخرى هكا باش ما تنحليش البستيلة حبيتوا أنكم توضعوا غير ورقاتين توضعوا أنا وضعت ثلاثة كما غادي تلاحظوا حبيتوا أنكم توضعوهم على شكل دائري كما حبيتوا على حساب الخاطر أنا هدي جتني ساهلة وأنها سريعة حبيتوا توضعوهم حتى متلتات ولا على شكل طولي سيقار كما حبيتوا حبيت أن نوضحهم على شكل مربع بالنسبة للحشوة حبيتوا تضيفوا أكتر حبيتوا تنقصوا كما حبيتوا خاطر أي حاجة حبيتوا أنكم توضعوا كما حبيتوا أوضعوا هؤلاء أوضحات فلسلة جميلة وزراجة. إذا كنت أمودة فقط الالتونسي و البعضة و الغمودة، كنت أمودة. كنت أمودة، لن يمكنك تعالى إليه كما تريده. كنت أمودة، أمودت جميع الأمودة وزراجة لبعضة وزراجة، وزراجة لبعضة لبعضة. Donc j'ai mis un carré. J'ai coupé la feuille ou la pâte filo en deux. La première feuille, je mets un petit peu d'huile. Et la deuxième feuille, comme vous voyez, croisée. Et après, au milieu, je vais mettre une cuillère de poulet. Sur la cuillère de poulet, une cuillère d'œufs. وعطة سبب الأماني كما أتدت الكلمة إذاً، وبعد هذه الرئيسة وهو الفصل وأهاتم سيغنطر 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 آخر سيغنطر إفتراني أو زجانطر أناق حارى سأضع الأحقال الأشياء. وأضع الأحقال الأشياء، كما ترون بشغل بالأسرطة في قطعة إليه. ومعر بشغل أسرطة في قطعة إليه، أقول بشغل أسرطة في قطعة. شغل أسرطة في قطعة. صرتين أو بيضًا سألقى في قطعة أو بيضًا. كما يريدون سيئة من هو خاطئ من الضمان اخفرر تغليل الانتجار اخفرر من الضمان اخفرر في رمانيلم و فيه بالميزة و فيه و فيه و فيه اخفرر اخفرر ترجمة نانسي قنقر 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 كتير ولكن لازم أنك تكتري باش تخرج لك هذيك الرسمة ديال الرمضان كريم وبالنسبة الوصفة التانية قد نخليها في الفيديو القادم أصدقائي هذه هي وصفتي لهذا اليوم أصدقائي كالعادة أصدقائي لا عجبتكم الوصفة لا تنساش تعطو لايك تشتركو في قناتي والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله وإلى مزاني مرساة لكي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكي ترجمة نانسي قنقر وإلى اللقاء في مرساة نعمة